السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للسؤال هو ايه الفلوماك اصلا انا هقول لك تجربتك مع الموضوع بصراحة ما كنتش عارف الفلوماك ده انا كنت عارف المطور والبلونة والاوتوماتيك وتطلع المية بتقطع او حاجة بنفس الكهرباء عشان خطر ما يفضل الشغال على الفوادي والقصة دي لغاية ما الحمد لله رب نجا يعني قرمني بالفلوماك ايا كانت الماركة بقى ده عبارة عن جهاز بيركب فوق المطور زي البلونة والاوتوماتيك ولكن يعني ممكن يكون فيه تلفات بسيطة ولكن اللي عجبني فيه او الميزة بتاعته يعني انه لما انت ما بفصلش الكهرباء ما بفصلش الكهرباء عن المطور ما قدش تنزل كلا وطلع على المية قطعت المية شغالة اعرشوف كل شوية الكلام ده انا فيش الكلام ده انا على طول موصله كهرباء اول ما بفتح الحنفية بيدي امر للمطور انه يشتغل قافل الحنفية يدي امر المطور انه هو يفصل في عندك تسريب او كلام من ده حنا فيها بتنقط او كلام من ده بيشتغل فانت تأكد دايما انه مفيش اي تسريب وده في الغالب بردك بيكون في البلونة اول ما بتحس انه الضغط قل بيبدأ انه هو يشغل الاوتوماتيك بيدي امر المطور انه هو يشتغل عشان يرفع الضغط ده نفس القصه فانت حاول ما يكونش فيه تسريب او اي حاجة والميزة القوية اللي فيه انه لما المية بتقطع معروف اللي احنا المية قطعة نزل ابن المفتاح بتاع المطور عشان خطر الكهرباء والمطور ما يسخنش اول ما بيحس ان المية قطعت اول ما يحس ان المية قطعت يقمد امر المطور ما هو يسخنش بدون انت ما تنزل المفتاح اول ما المية تيجي بيدي امر المطور انه هو يشتغل ويطلع لك المية لغاية ما انت تقفل الحنفية بتاعتك وحاجة سريعة كده عن الموضوع ده فيه ده مصمار بصراحة يعني كنا عملو له حلقة الواحدة ده بتلفه نحية المجب بيبدأ انه هو ايه يضغط لك المية يعني لو انت مثلا ايه ممكن تكون انت في الضر الرابع او حاجة تيجي تفتح الحنفية الحنفية بتاعت المية ما يرضاش يشتغل تفصل المفتاح بتاعته وتدوس على تاني عشان يطلع لك المية بيبقى المصمار ده محتاج يتلف في نحية الموجب شوية هنا اللي اخبرنا بص ايه في موجب وسالب بتلفه نحية الموجب عشان يبدأ انه هو يرفع لك المية ونحية السالب يعني لو انت بيقللك الضغط شوية بدل ما هو بيضغط المية يعني هو مصمم ايه ياخد المية يطلع لغاية الدور الرابع اول ما يطلع على لغاية الدور الرابع بيبدأ يحس الضغط ده يقون فاصل المطور يفصل وخنبالك طيب ممكن انت تلفه نحية السالب بتقوله لا اضغط للماء لغاية الدور التالت هوا كده كده اول ما هيضغط هيفصل ولكن ايه بص بقى حتة ليه هيضغط للماء لغاية الدور التالت يقون فاصل انت بتchoعب تلف المصمار يقون فاصل طب لو في واحد خاد منك مصورة وفي الضر الرابع مثلا وصل هيجا هو يفتح العنفية المطور مش هشتغل ليه لازم تنزل تلفيله المصمر ده نقيت الموجب شوية عشان يبدأ يرفع ايه الضغط بتاعه بس ادي هو ده الفلوماك يعني على قد انا ما عرفت بصراحة وخبرتيا ممكن يكون فيه مميزات او حاجات تانية مقلتهاش او كلام من ده اللي عنده اضافة يسببها لخطف التعليقات ادي فكريته رجال لو فيها اي حد عنده تفسر او حاجة سيف في التعليقات ان شاء الله اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته